موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درس 13 ببرنامج الفوتوشوب هذا الدرس اللي حكون اخر درسه وبرأيي هو يعني نوعا ما من اهم الدروس اللي لازم نعرفها حطيته باخر شي لانه هو حصيلة كل شي بعد كل الشغل اللي بنا نشتغله لازم نخرج لازم نعرف هاي القصص لحتى نقدر نخرج صورة عنها او نتعامل مع بعض الامور اليح نحكي اليوم عن الفلاتر بهذا الدرس نحكي عن الفلاتر اليح نحكي عن الدقة دقة الصورة المطلوب مني اني خرجها اخر شي اليح احكي عن اللواحق اليح احكي عن نظم الالوان ان شاء الله اليح احكي شوي اول شي عن الفلاتر عندي هاي الصورة في عندي قائمة من القوائم اسمه فلتر في عندي فلتر غالوري استيديو الفلتر هذا استيديو الفلتر لك وهي الصورة بطلاليها هون على اليسار وفي عندي عدد فلتر جاهزة في اختار اللي بدي اطبق عليها مثل هاي بغير اللون اذا غيرت اللون خليه ابيض واسود بطلع صور عنا هون قيم بغير قيم بطلع عنا فلتر في كتير فلتر في هاي فلتر بتشتغل على الرسمة في بتساوي مثل هاي فلتر شايفين كيف هاي براش استروك في عندك مثل دستور تشوي في عندك لسكيتش هاي لسكيتشات بصير في في نساويه حتى رسمة هاي في فلتر من الفلاتر بساوي لياها رسمة حيانا منستغرب انه كيف رسمها هي برصاص انا مرصاص وكذا هي عبارة عن فلتر من الفلاتر يمكن التفاصيل اكتر تخفف التفاصيل يعني في كتير فلاتر بهذا الموضوع فيكن تعكسوا الالوان لحتى تبين بالعكس ماكن فيه ستايلايز ستايلايز بساوي موديلات كتير فلاتر من هالقصاص فيكن تشوفوهن تشوفو كل الفلتر كل الفلتر ممكن يكون لصورة في عندي مجموعة فلاتر كمان تانية جاهزة او مو جاهزة جاهزة مية بالمية ولكن هي بتعمل خاصية من الخصائص اللي انا مطلوبة اللي بدي اطلبها مثلا عندي اللي بلور هي تغبيش في عندي قاوسن بلور لاح احكي طبعا ما حكي عن كل الفلاتر انا لانه هي عبارة عن تجريب وشو بدي من الفلاتر رح يحكي على اكتر شي استعمال او بعض الفلاتر اللي ممكن احنا ما بنستعملها بس رح حكي عنا في عندي قاوسن بلور تغبيش بقيمة معينة تغبيش بقيمة معينة هاي القيمة اللي بيغبش فيها الصورة فيني ااخر جزء من الصورة وغبشها اذا غبشت كتير لك وراحت معالم الصورة احيانا انا بستخدم هاي القاوسن بلور بجيب اي صورة عادية مثل مثلا هاي اذا اعطيتها تغبيش كبير راحت معالم الصورة بس ساوتلي خلفية فيني ابني عليها شي معينة مثلا خلفية هاي خلفية جاهزة بألوان حلوه هي لحالة طلعتهم بما انه في تغبيش ودمج بين الألوان في عندي فلتر تاني بالبلور مثلا هاي ببوكس بلور تغبيش بشكل مربعات لينز بلور وكذا فيها حاخد موشن بلور موشن بلور موشن بلور تغبيش برج الصورة بالزاوية اللي انا اعطيته اها مثلا 42 الانجل 42 الانجل فبعامل تغبيش ولكن بشكل حركة انه موشن بلور كل ما بزيدو بتحرك اكتر يعني شوفوا اذا بزيدو كمان بيعملي خلفية من نوع جديد ممكن انه هيك استخدمها كفكرة في عندي نويز ضجيج اضافة ضجة قيم ضجة نويز هذا بطلع حكينا عنا مرة لحكي عن الريندر الريندر فيه شغلات حلوة كلاودز ممكن ساوي غيوم ابيض واسود طبعا بهم بالالوان هاي بحدد شو بدي الالوان تبع الغيم في عندي مثلا هاي difference clouds من نفس الصورة عمل غيم في عندي مجموعة كمان خيارات لح احكي على اخر واحدة مثلا lighting effect مثل بقعد ضو مساحة من الضو هاي تسليط ضو شوفوا شلون شايفين اي انه نقطة من النقطة ال احكبرها ال اضاءة تبعيتها شايفين كيف فين يتحكم من هون فين يتحكم من هون ما بتفرق وين ما بدي كله شغال هون في خيارات كمان فيني كبر مساحة الاضاءة اللي بدي اياها شايفين كبر يعني هون فيني اشتغل كتير شغلات فيها شغلات كتير حلوة ستايلات و هيك في عندي كمان شاربن بتح يعني بساويها حواف حادة او بساوي الصورة حدة اكتر ستايلايز لح احكي فيه كتير ستايلات و هيك اصاص لح احكي عن الويند مثلا الرياح تعمل الصورة الرياح اذا متفرج هون لك اشنون اذا حطيت اوكي شايفين كيف رجت الصورة بشكل رياح في عندي كبسة صغيرة او بقلب الفلتر هي اول خيار بالفلتر هو نفس الفلتر اللي انا حطيته قبل يعني اخر فلتر حطيته لح يطلع لي اول شي اختصار له اذا بدي ارجع عيد الفلتر كونترول اف شايفين لك هون كونترول اف لحطه مرة ثانية بزيد الفلتر هاي بعمل كمان يعني كل فلتر انا لازم فكر او انه ابحر بخيالي اكتر لح تعرف شو ممكن استفاد منه مو شرط انا استفادها الويند مو شرط استفاد من هاي الصورة رح ارجيكم صورة انا عاملها للويند اللي هي اه نار فيني اعمل نار بس ارجيكم اياها الصورة اخير مو شرط اسم بس انا حكي على الموف الموف بلار الموشن بلار عفوان الموشن بلار انا عملت هيك الوان رسمت هاي الالوان بس بعدين عملت لها موشن بلار لفوق اللي تاحة يعني زاوية التسعين فطلعت هيك فهي انو حاول استخدم البلار او اي شي بالفلتر لشي انا حابب ساوي يعني باختراع بافكار هلا هي اللي حكيتن عن الفلاتر بشكل عام ما لفتت في يوم في عندي فلتر مسلا هون التشويه desteورت مسلا زيك زاك بعمل زيك زاك لصورة اي الصورة اذا بشوف builds is a c in to support او او خطي بخطي زيك زاك عام يعمل زيك زاك لصورة حطيت بطبئ زيك زاك اي شي بالفلتر في كتير شغلات حاولوا تشوفوهم كلهم مو كلهم ما في بداية تشوفوهم كلهم شوفوا اكبر قدر ممكن لا تعرفوا شو ممكن تستفيدوا منه هلا راح حكي عن الشغلة تانية اللي هي دقة الصورة طيب انا بدي اخر شي خلصت انا بدي احفظ هاي الصورة بدي اخرجها بدقة معينة تمام هلا راح اعمل انا فايل نيو لحتى شوفوا الدقة وين تطلع دقة هون ليك الريزيليوشن انا بحدد الدقة من هون طيب 300 ولا 200 ولا 72 ولا شو لازم حطه طيب هلا حاختار اختيار عشوائي مثلا انا عامل cover للفيس بسابق كفرات حاطة تحافظ بقيمة معينة طول بالعرض ودقة انا حاطة 100 حاطة 100 هيك لانه انا فيني حطة 72 نفس المية لحتطلع لانه عم رفع عالنت معناه تلاح استنتج صورة هلا لحشوف انا شغلة تانية ليك هاي ويب هون صورة للويب اذا بيكبس عليها ليك و 72 لانه الانترنت دقة دقة اللي بدي خرج فيها الصورة بدي رفعها الانترنت لازم تكون دقتها 72 اقل من هيك مشوها اكتر من هيك ما لح استفاد بس بدي رفعها الانترنت لحاله المتصفح او الانترنت لحياكل من الدقة ويرجعها الى 72 فلهذا الشي اللي احيانا بيحكي انا ورفاتي انه بعتولي صورة على الفيس فبقال له لا تبعتلي اياها صورة بقال له عملها ملف مضغوط وبعدين بعتلي اياها او حط لي اياها بمجلد لانه اذا حطرتها مثل ما هي الصورة بعتها لح تروح دقتها لتصير 72 اد ما كانت الدقة لو كانت 300 لح ترجع الى 72 اذا مثلا بدي صورة للطباعة طباعة منزلية عادية اي شي يعني طبعة صغيرة مو طبعة احترافية كبيرة فهو البرينتر العادية الدقة تبعيتي 150 اقل من هيك مشوها اكتر من هيك لح تتاكل الطبعة لحاله مالح تقبل اكتر من هيك نظام الالوان تبعها مالح يعطيني مساحة اني حط دقة اكتر من 150 لحاله بيقطوش الدقة حط لو حطة 300 بيأكل نصا وبيطبع لك بال150 اكتر من هيك ما بيطبع هلا انا بدي ابعت مسلا لمطابع احترافية كبيرة برا فلكسي بدي اطبع فلكسي بدي اطبع مشروع كبير على حيط كذا على بناية 300 دقة 300 طبعا انا بحكي دقة 72 او 300 او 150 او اي دقة حطيتها انا بدي اها عم بحط هون بيكسل بالانش الواحدة تبع الدقة بيكسل بالانش يعني انا عندي 300 بيكسل بكل انش من الصورة الانش هو 2.5 سانتي كل 2.5 سانتي فيني حط 300 300 بيكسل يعني تخيلوا انتو 300 بيكسل 300 مربع بكل 2.5 سانتي فيني غير الواحدة بيكسل بالسانتي اذا المقابل لل300 بيكسل بالانش هو 318.11 بيكسل بالسانتي تمام فهون انا بختار شو بدي بالسانتي ولا بالانش دائما او ما رحقول دائما يعني معظم الاحيان نستغل بيكسل بالانش لانه افضل شيء ما أفضل شيء أو أسوأ شيء حسب رياحتي ولكن دائما بيشتغل بيكسل بالإنش ما حدا بيشتغل بيكسل بالسانتي إلا ما ندار إلا إذا كنت بدي هيك يعني كتير دقيق بهالقصص إنه بالسانتي تمام بيكسل بالإنش 300 بيكسل بالإنش كبيرة كتير الصورة ما بتتشوه فيني يكبر الدقة كلما كبرت الدقة طبعا ما بنسى إنه حجم عم يزداد مساحة الصورة عم تزداد حجم الصورة عم يستقبل هلا بدي يحكي عن شيء تاني اللي هو اللواحق طيب أنا خلصت الصورة وكل شيء صار عندي تمام وكل الأمور تمام بدي أحفظ هاي الصورة الحفوظ عندي Control Shift S أو Save As Save بتحفظ عن نفس الصورة اللي أنا فاتحها مثلا إن زي فاتح صورة من الكمبيوتر عملت Control S حفظت عن نفس الصورة يعني ضاعت عندي الصورة الأديمة أما Control Shift S بيحفظها ببروجيك تاني لحاله وهي أسلم هلا هون فتح لي هاي النافذة إنه بحط اسم الصورة اللي بدي إياها وبحط شو اللاحقة اللي بدي إحفظ بيها طيب لح أحكي شوي عن اللواحق ممكن اللواحق لح أحكي لح أحكي اللواحق نوعا ما مشهورة اللي ممكن إنه نستخدمها عندي البي أس دي أو البي دي دي هل هاي اللاحقة مكتوب جنبها في فوتوشوب هي اللاحقة تبع الفوتوشوب يعني تبع برنامج الفوتوشوب اللي بتحفظ الصورة بطبقاتها بكل شي تعديلات عملت عليها بالتأسيمات اللي أنا محطوطة وما بيفتحها إلا برنامج الفوتوشوب عندي دقة تانية مثلا البي انجي هاي البي انجي هاي البي انجي وبي ان اس هلا البي انجي شو هي أه قبل ما أحكي عن البي انجي لح أحكي عن الجيف الجي اي اي اف الجيف 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 هاي اللاحقة وأتبدي أنا ساوي مثلا صورة في حركة بحفظها بجيف لحتى تنحفظ عندي الحركة اللي أنا ساويتها اه ولكن هاي الجيف بتدعم الشفافية يعني إنه إذا عندي صورة أنا فيها شفاف بتأخد الشفاف ما بتساوي ليها أبيض مثل مثل الجيبج او الجي بي اي جي اللي بنحكي يا الجي بي جي بس هي الجيبج الجيبج بتساوي الشفافية بيضاء أما الجيف بتحفظ الشفافية إذا كنت أنا عامل شي صورة فيها شفاف تخليها شفافة ما بتأثر ولكن هاي الصورة بس فيها ميتين وستة وخمسين لون يعني إذا كان في عندي صورة فيها ملايين الألوان تدرجات ملايين التدرجات ما لح تحفظ هذا الصورة بدأ تأكل من التدرجات وتحفظ الصورة بالألوان اللي هي موجودة عندها ميتين وستة وخمسين لون فقط هاي بتضغط الصورة هاي بتضغط الصورة كل اللواحق بيضغط الصورة مو كل لون لا في لواحق بتضغط وفي لواحق لا هاي اللواحقة بتضغط الصورة ولكن بأقل خسارة ممكنة يعني ما بتخسر شي من الصورة إلا طبعا إذا أنا مش شغال على ميتين وستة وخمسين لون طبعا ما بخسر شي ولكن إذا شغال أكثر ميتين وستة وخمسين لون نح أخسر إجباري بالألوان مو بحجم الصورة بضغط البكسلات بفقدان بكسلات هلا البي ام بي لش أنا أجلتها لأنه هي تطوير للجيف هلا شو بتساوي البي ام بي هلا انشئت لتحسين الجيف هاي ولكن الضغط طبعها كمان بأقل خسارة ممكنة بتحفظ شفاف ولكن في مشكلة إنه ما بتشتغل للواحق سي ام واي كي شو سي ام واي كي هو نظام الطباعة نظام اللوني طبع الطباعة يعني بدي أخذ للمطبعة ما فيني أعطيه بي انجي ما بتطبع ما بيشوفها هاي مشكلته عندي الجي بيج اللي نحن بنشتغل عليها بكثرة يعني معظم الصور هلا صارت جي بيج أو جي بي اي اي لاحقة نفس بعض هدلون التلاتة شو بتساوي هاي بتضغط الصورة بتضغط ممكن تضر الصورة إذا كتير ضغطة إذا كتير بتضر الصورة وقتها مثلا حافظ الصورة أنا حافظت الصورة هي رجعت عملت لها تحرير عدلت عليها ورجعت حافظتها جي بيج رجعت عملت لها تحرير رجعت حافظتها مرة تانية جي بيج انضرت الصورة كتير وانضغطت الصورة وبلشت تفقد من جودتها ودقتها هلا هاي الصورة هاي اللاحقة بتستخدم بكثرة بترفيع نيت تحفظ الصورة بالكمبيوتر كله جيبك 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 بتستخدم كتير بالكاميرات الرقمية لأنه كتير مثالية بالنسبة للدقة وكذا بدون إذا طبعا ما حررت وعدلت عليها كتير بشكل كبير في عندي لاحقة اللي اسمها تي آي اف اف آخر واحدة تي آي اف اف هاي بتحفظ الصورة بحجم كبير ودقة عالية بتستخدم أكتر شي بالمجالات المطبوعة يعني بدي أخذ لها المطبعة ممكن إني أخذها بالتي آي اف تي آي اف اف او تي آي اف لا ما بتفرق بس مشكلتها مالها مدعومة كتير يعني إذا بدي بعطها عن النات ما بتفتح ممكن ما تفتح لهيك كتير قليل لنشوف هاي اللاحقة ممكن نرفعها إذا لقيناها منلاقيها بملف مضغوط أكتر من هيك لا في عندي ضحقة ثانية هي الرو أو الراو هاي مثل تي آي اف اف ولكن أقل حجم شوي دقتها عالية كتير كمان مشكلت اللعيب اللي فيها مالها مستخدمة من قبل برامج التحرير مثل هلا برنامج الفوتوشوب بيشتغل عليها مثلا بيجوز خدع على برنامج تاني ما الرسام البيكاسة هالكذا هاد لون افرا مش كمان تحرير الصور فينا ما بتشتغل مثلا هاي اللاحقة ما بيقراها هاي مشكلتها كبير بفضلها الهاي اللاحقة مين المصورين المصورين لأنه هي الصورة بتعطيك الألوان بمتل ما هي ما بتضوع شي من الألوان خصوصي الفوكس أو الفوكس الصورة ما بتأثر عليها ما بتأثر على نظم الألوان شدة الإضاءة البياض كذا هاي كتير بتحافظ على هاي القصة اللي بيستخدمها كتير بتستخدم هاي اللاحقة كتير مع تقنية اله دي ار اله دي ار هي خصوصية للمصورين يعني ما فيني ما لحي تطرق عليها بما أنه ما كتير نحن لنا علاقة بالتصوير ولكن المصورين اللي بيحب اللي بيشتغل بمجال التصوير وحاوي بيفوت بالفوتوشوب الرو اللاحقة كتير ومتازة لله دي ار هاي مشان الحفظ هلا بدي يحكي عن نظم الألوان طبعاً ممكن نظم الألوان اللاح نحكيها هاي حكي عن بعض النظام اللي ممكن نستخدمها ممكن نستخدمها هاي كما اللي بيحكيه مو شرط نستخدمه ولكن اللي بحب يتعمق بنظم الألوان موجود كتير عالنت وانا اللححط بالمدونة كمان ملف عن نظم الألوان ان شاء الله بحب يتعمق فيهم كتير حلو تعمق فيهم لححكي مثلاً عن الغري ستاعي سكيل الغري من اسمه رمادي نظام الألوان الرمادي نظام الوان الشاشة اللي عندي اياهن الارجي بي الضوئية السي ام واي كي نظام الوان الطباعية سي ام واي كي سماوي ارجواني يالو أصفر بلاك أسود نظام الوان طباعية هاي وقت بدي اخذ على مطبعه حكما لازم اخذ لها سي ام واي كي الارجي بي بتطلع الوانها مو زابطة ابدا سي ام واي كي لانه الطابعة في اربع محابر نتفرج على الطابعة شوف المحابر اللي عندي في اربع الوان الاسود والاحمر هلا المطابع البيتية غير المطابع الاحترافية مطابع البيتية هم تستخدم ارجي بي ما بيأسر المطابع الاحترافية ما في ارجي بي في اربع محابر هي الارجي بي سي ام واي كي وخصوصي هاللون بيشتغلوا بفرز الالوان هني بفرزوا الوان بيطلعوا بلاكات سي ام واي كي كل بلاك بلون في عندي اللاب اللاب هذا نظام جديد حلو مطور هو نظام الالفة اه احوال صورتي للاب ما اختلف شي ولكن لح افتح هون الالوان لحتى نشوف هون فين نشوف النظم الالوان اللاب لكو اللاب ال اي بي تدرج على الارج ار جي بي ار جي بي تدرج الوان عندي ل 256 عندي تقاطعات الالوان ممكن تفقد من درجات الالوان اللي بدي انا افتح اولد اراح ها ار ايه اه اشتغل ايه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر